التي حقّت في أكسادنا وأنا ثمنّا بالشرعية أن تلفت إلينا كما تلتفت لجرحى هذه أصوات جرحى تعز وهذه أمنياتهم المتواضعة أن تلتفت الشرعية إليهم باعتبارهم مقاومين قاوموا من أجل استعادة الشرعية ومواجهة الاشتياح البربري القادم من المرتفعات المسلحة هذه تعز وهذا صوتها الذابل وهذه ملفاتها الشائكة والباكية في ذات اللحظة وهي التي تدفع المرارات المختلفة ابتداءً بنيران العدو وألغامه الأرضية ومروراً بخذلان القريب البعيد لا رواتب في تعز ولا جهود إغاثية كافية تغطي الرقعة الجغرافية والبشرية في المحافظة بينما يبرز ملف الجرحى في الداخل والخارج كواحد من أكثر الآلام غير الاعتيادية في محافظة يحاقبها الجميع بينما تكتفي بمعاقبة الاستبداد وتنحاز إلى الجميع واليمن الجامع رواتب موظفي القطاع المدني والعسكري في تعز لا تزال قيد الانتظار على الرغم من الوعود الحكومية المتكررة وتصريحات وسائل الإعلام وليس بالتصريحات الإعلامية يعيش المواطن التعزي واللسان حاله يقول من قال إن الكلام كالخبز إهمال القطاعات المدنية والعسكرية في تعز فصل آخر من فصول إهمال الشرعية لتعز من أكبر مؤسسة في المحافظة إلى أصغر جرح في جسد المقاوم بينما تبدو السلطة المحلية والكيانات السياسية غارقة في مهاترات وجدال لا ينتهي في الفترة الأخيرة تحدثت مصادر حكومية أن الرواتب ستكون مقابل موارد تعز وهي ذات الحكومة التي تعلم أن موارد تعز المحاصرة لا يمكن مقايضتها بقتل موظفين وخصوصا أولئك الذين وهبوا حياتهم من أجل حياة الدولة وعودتها قطعت تعز شوطا جيدا وقفزت خارج مربعات الانقلاب بفعل المقاومة والمجتمع الرافضي للاشتياح والانقلاب على الدولة وقدمت درسا مهما في جدول أعمال التاريخ اليمني لتبقى في ثنائية ملف الجرحى والرواتب فهل يجد صوتها استجابة أم أن التصريحات والوعود المتتالية ستكون هي الإجابة